تجلى عطره الفواح وار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادتنا هنا بالذكر يا تعبير جمعناها لأجل الغير رسمنا فيه حب الخير مانينا مع الأفراح حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون لكم نهديه في المضمون ويتنو فجرنا الوضاء هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفالي الخيرية حوار الأرواح لا تجعل الضوء الخافت ينطفئ ولا تكن مبادرا لقطع الطريق إلى الله لا تشعل شمعة الرجاء ثم تتبعها بغطاء من اللأس يقطع عنها النسم إن ذلك العاصي لا يأمل منك أن تتلع عليه آيات الله بوجه مكفهر فلا يروم منك تخويفا من عقاب الله إنه لا ينتظر توبيخا ولا تأنيبا ولا زجرا ولا وعيدا إنه يتوق إلى ظلال الرحمة يتوق إلى موارف النور والهدى إنه تحرك إلى نهر الرجاء ليزيل ضمأ الياس والحزن كن بالله عليك دلوا في بئر الرحمة والتسامح كن بابا إلى ابتهاج عاص بعودة إلى الله كن نافذة إلى الدار الآخر بالأخذ على أيدي عصا إلى الله كن مصباحا ينير الطريق وليحرق العابرين كن مشكاة لامعة تعكس كيف يرحم الله العائدين المنيبين حيث يبتهج بك العائدون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمه وولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أخي أختي إذا أتاك العاصي فاجعل نفسك مكان الشفيق الرحيم الودود كأنك طبيب أتاه مريض أولا اعتقد أنك عاصم مثله يعني هل أنت مبرع مطهر معصوم من الخطايا نحن كلنا نعصي ربنا سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا أتاك هذا العاصي وما أتاك إلا يستنصح أتاك يريد الهداية لو أراد أن يستمر على طغياني وفجوري ما كان أتاك أصلا وما كان أتعرف عليك أتاك يستنصحك لتنصح له فإذا أتاك العاصي فافتح له أبواب الرحمة أبواب الأمل أبواب الرجاء في الله سبحانه وتعالى إن حديث العابد الراهب الذي لا أعرف الإحكام السرعية درس لي ولك أتاه رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فقال هل من توبة؟ قال لا فقتل ووفى به المياه ولكن لما أتى إلى عالم فاهما فقيه قال ومن يحجب ومن يردك عن باب التوبة؟ فتاب فتاب الله عليه تتاك العاصي يا أخي لا ترده لا تحاول أن تحبطه مهما بلغ من الذلوب الآن اكسبه أن تقدم له طوق النجاح أعطه السلم ليرتقي أعطه الحبل ليصعد قل أنت على خير ويدليل عنه خير أنك تايب وأنك منيب وأقبلت أبشر بما يسرك رحمة الله واسعة وقرأ عليه نصوص الرحمة مثل نص قول الباري سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني لغفرت منك ولو باني وقول الباري قل يا عبادي الذين أسرفوا على مفسهم لا تقتم رحمة الله احذر أن يأتيك العاصي ويعود محبطاً يعود بالله من الخذلان يأتيك القاتل رجي حتى في رحمة الله يأتيك الفاجر المعرض المنهمك في المخدرات في المسكرات ترجه في رحمة الله افتح له باب الأمل قل أنت على خير أنت أتيت دليل عنك تريد التوبة رحمة الله واسعة وقول له الله قد غفر وقبل إسلام من أسلم وكان يعبد الصنم ويشرك بالله عز وجل رحمة الله واسعة افتحوا باب الأمل افتحوا باب التفاول افتحوا رجوا الناس في ربك رواح وارث يجمع الأرواح وبالأشواق للبعود علينا بالسعادتنا السلام عليكم الله يمسيكم بالخير الموضوع الذي بين أيدينا الآن هو موضوع التعامل مع العصاء الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم تعامل مع العصاء بتلك الأمثلة الرائعة الراقية الصابرة ونحن الله يرحم الأحوال لكن عموما نريد لأن الوقت محدود ننتقل إلى تعاملكم أنتم أصحاب الفضيلة مع العصاء فيما مر في حياتكم الدعوية إذا أذنتم ولعل الشيخ سعيدي يبدأ بما لديه إذا كان في بعض المواقف والله يا أخي الراجع الذي يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدية وتعاملة مع العصاء يجد المثال العظيم الذي لا يمكن أبدا أن يصدر إلا من النبي عليه الصلاة والسلام وهذه من دلاء النبوة يعني فيه تعامله وتواضعه وحلمه وتحمله للآخر بالمؤمنين رؤوف الرحيم نعم وكان من دلاء النبوة صلى الله عليه وسلم ومهما حاول الداعية إنه يتصبر وإنه يتحلى وإنه سيكون قاصرا عن أن يصل إلى هذه القمة السامقة وهذه القامة العظيمة اللهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويكفي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله يواجه الناس ويواجه شرائح من الناس وخاصة الذين فيهم تقصير معاصي وهو مطالب بأن ينصح نعم نعم ما يجوز للداعية ولا للمسلم أن يرى منكرا ثم يسقط عليه لأن السكوت خاصة الذي له مكان ومنزله وله علم سكوته إقرار نعم ويحتج الناس به يقول والله الشيخ شاف فنان ولا قال شيء حصل كذا وسكت وسكت أجل معناته ما فيه شيء نعم فلابد من الإنكار نعم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطعف بلسانه فإن لم يستطعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان وإيضا كما قال الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن من الطرائف التي حصلتها كنت مرة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل اللهم صلي عليك وصليت في العشاء نعم وخرجت إلى الفندق وفي الطريق مررت على واحد يبيع المسابح والأخواتي وهذه البسطة البسطة نعم في طرف دكان نعم وفي يده سيجار من السيجارة الأمريكية المسيجارة صغيرة لا لا وحدث مثل ذي الحسيل نعم طويلة ولها ريح عذن نعم والرجل كبير في السن يعني شايب نعم فأشفقت عليه في شيبته أن يشرب مثلا هذا فسلمت عليه نعم وبششت له وقلت له شوف أنت فين ساكن فين جالس قال في المدينة قلت من هذا قبره قال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قلت والأرض اللي أنت عليها الآن يمكن مشى عليها ومحمد صلى الله عليه وسلم أرض عظيمة بلد عظيم بلد مقدس أي نعم وبعدين ترى ما أنصح الناس كلهم شوف الناس يدخنون لكن أنت أنصحك لأني أشوف في وجهك نور يا سلام هنا والله ما في وجهها حبها لكنها بغى أدخل إلى قلبك قلت شوف النور في وجهك نعم وأنا رأيتك أنا معرض أنت في هذه السن هذا سن الإيمان سن التوبة سن القراءة سن الذكر سن العمل الصالح ما تدري متى تموت يا أخي الله وفي هذا المكان الطيب أنا ما أرى أنك ندخن تتوئب إلى الله وعندي طريقة سهلة جداً تخليك تزرب تطف السجارة وتدخل إلى المسجد النبوي وتشرب من ماء زمزم تتضلع وتقول اللهم إني أشرب هذه الشربة لتطهير قلبي من هذا الدخل نعم نعم وصل لركعة أي الحاجة سأل الله أنت عز وجل وتبي سجودك بإذن الله أن الله عز وجل يعينك يعينك على هذا فطوالي طفها على طود طوالي ثم قال لي الله يجزاك خير والله يا شيخ أنه جاني قبلك شاب يقول طيب لكنه جاني وقال لي إيش هالعفن وإيش ما تستحي على وجهك شايب وقاعد تدقن هذا الدخان الخبيث قلت له وإش دق خلق فيه أدخن ولا مالك دخن مالك صلاح يقول وحقدنا أنا تضارب لحب ايه والله يكدنا أنا تضارب وأصريت حتى يقول أني ما أبطله لكن بأسلوبك هذا جزاك الله خير والآن والله ويقوم أمامي نعم قام أمامي وغطى دكانه بخرقة قماش وراح إلى المسجد ودعوت الله له قلت يا ربي هذا جهدي بقي اللي عندك ووقفته بين يديك فأسأل الله عز وجل أن تتوب عليه طبعا لا أدري بعد هذا هل تاب هل بطل لكن ووقفته بين يديك كريم سبحانه ما شاء الله شيخ عاير أطلنا مما لديك في نماذج قصيرة ثلاثة كنت مع الدكتور يحر هنيدي صديقي وزميلي ذهبنا إلى دولة أفريقية قالوا فيها عالم صوفي في خلوة من الخلوات الصوفية معه طلاب نعم قلت نذهب له ونسمع وعشا يستفيد مننا أخبره فأدخلونا فلما رأينا قال منين قلنا مسعودية فهو قابلنا بوجه متجهم وكان طلاب حوله وإذا عندهم بدع وخرافات ما أنزل الله بها من السلطان تحضير الأرواح وقبر في طرف المسجل قبر الولي وغير ذلك قال يعني جيت من الوهابية قلت نحن نحن ليس نبي محمد بن عبد الوهاب ولا جيناك من كلامه بشرح رحمه الله ولا كلام بن تيميو والأحمد بن حنبل جيناك نتكلمناك بكلام الله وكلام الرسول الله الله مصلي عليه ونحن نتحاكم الكتاب والسلام إن أذنت لنا نعم تكلمنا قال واش عندكم طيب فجيت أتكلم له بالآيات وبالأفرحة وبالقبور اللهم لا تجعلقوا قبري وثنان قال أنتم ما جيتوا علشان قلت أبدا نحن لا نعتقد أن محمد عبد الوهاب رحمه هو إمام عندنا ومجدد ولا نعتقد أنه نبي ولا تأخذ منه ولا من ابن تيميو ولا من أحمد ولا من مالك خذ من محمد كتاب الله وسنة رسوله قال ما دامنا هذا أنا بنظر في الموضوع عود اسفهل وجلسوا الطلاب قلت نحن وياك نتحاكم سيد أنت مالكي قال نعم قلت يقول مالك أمام دامنا هجرة ما مننا إلا راد ومردود عليه لصاحب القبر صدقت هذا بنظر أعطني كده عودنا وادة عنه قال للشيخ شوف كيف تغير شوف كيف يوم جيت له بالنص ويوم خرجت من الأشخاص إلى النصوص يا سلام رجعنا أذكر شاب في الرياض ما استكني بعد محاضرة همار بعد ما خرجنا قال أنا ما تركت معصي أنه فعلته الله أكبر وأنا ما يقبل حتى توبتي ما لها طعم يأس يأس والله محبط وعنده قلق قلت بس ألك سؤال هل أنت أعظم ذنبا عند الله ولا لقتل مئة نفس قال لقتل مئة نفس قلت الله تاب عليه وادخلوا الجنة نعم طيب أقرع عليك نص من كلام الله الحديث قلت قال نعم شكة الحديث ثالثا يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطم رحمتهم إن الله يخبر الذنوب الجمع إنه ورغبه الرحمة الله يناديك ويبشرك قل برحمك لو بلغى الذنوبك على السماء والجبال وما في الأرض قال الله يفرج عنك والله إني ظانت إن الله لا يقبل لي تمر لنه قليل علم وقليل في هذا الباب والشيطان من النماذج في العصاه الذين أنا أذكر مرة في مجلس واحد من يعني كان عنده مال وفي المجلس متربع كانوا يلمح لي أنا وبعض الدعاء قال هؤلاء الدعاء يكفرون الناس قلت مثل ماذا المطاوعة وتقصير الثياب ومتصدر المجلس أول ما جيت الرياض وكنت موقف أنا ذاك الوقت في عزيمة قالوا ومتشددين ونفروا من الدين قلت مثل كيف يعني ما قالوا أنا صليت الجمعة مع خطيب في الرياض فقال في المصلين أن صاحب الدخان كافر ويخارج وليدخل الجنة أعوذ بالله قلت طيب صدقوا بعض الحضور قلت هذا لا يكون أبد وأنا بناكشك أهل الرياض خمسمائة مثلا في المسجد أو ألف وفيهم علماء وطلبة علم هل تظن أنه سوف يمر هذا الخطيب دون أن يناقش وأن يحاسر من هؤلاء جميعا ونحن في دولة إسلامية سنية تحكم بالكتاب والسنة في علماء هل تظنون يا من حضر أن في مسجد مساجد الرياض بيقوم واحد وكفر بالدخان وأنه في النار وأنه لن يدخل الجنة ما يكون هذا ثم يقول لك ترى المتشددين من العهد ربما صلى الله عليه وسلم ومتحلين من الدين من العهد صلى الله عليه وسلم لكن ما نظرت إلا النماذج المتشدد هذه فأتوا الحضور يعاونونني قال سلام قالوا والله إن رأينا فيهم رفق وإن رأينا فيهم خير قلتنا الولاة أثنوا على العلماء وهم على يمين الملك وعلى يساره نعم وشف سمحت الشيخ من بادس القدوة والله يا شيخ إن لو طاعته أنا ثم أخذت في الكلام أعطيه بلا حجة ولا بيّن نعم كنت استعديت واستعديت المجلس معه أنا أنا حسن الحوار مع الناس نعم نعم يقولوا للناس حسن حسن ركيزتان أنتم الآن تشيروني إليها بالتجربة أصحاب الفضيلة اللي هي مسألة الاستدلال بالكتاب والسنة والذهاب مباشرة هناك هل تروح بعيد؟ لا والخطاب المنطقي والخطاب وأيضا اللين اللين أخينا اللين أمتيش أخذك كنت أنا شيخ مسؤون والشيخ صعيد كنا قبل ليلتين تحدثنا بها في أصل اهتزاز العقيدة عند الناس أنا أذكر نموذج أنا كنت أصور برنامج في القاهرة نعم قالوا لي الإعلاميين أن في الإعلامي هذا ما يصلي معنا وشاك في الدين ويقول إن القرآن نتأليف الرسول قلت خلوا أنوية جيت قلت في الفاصل نسرب شاهي أنوية قلت بسألك سؤال هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأ ولا تتب قال لا قلت دخل جامعة درس عندك أساتذة مشايخ رأى سبورة طب شورة قال لا قلت ما كان في غرفة من حجر في مك قلت القرآن هذا أخن أنت بنفسك خذ القرآن من أول إلى آخر طلبتك وإذا قرأت بنفسك ونظرت المعجزات والآيات البينات وعالم الفلك وعالم السحر وعالم الملايكة وعالم الشياطين وعالم الجنة وعالم النار وعالم الأم والاقتصاد والنظر والقواني ومع العرض والإعجاز البياني والخطابي ومع ذكر هاروت وماروت وطالوت وجالوت والأمم والحضرات السابقة والحضرات اللاحقة أسألك بالله هل النبي الأمي يقرأ هذا قال والله هذا سؤال محي قلت لا أنت قل إنما عظكم بوحدة أن تقوموا لله مثلا وخرات ثم تتفكروا ما بصحبكم من الجنة أنا أطلب منك طلب اللهم أصلا إنك إذا انتهينا بمنابس تتوضى وتأخذ المصحف يا سلام وتقرأ بتجرد تجرد قال لك مني هذا والله أخبرني الأخوة يقول أحتدى فيما بعد يا سلام أنا أذكر كان عندنا شبه وزير بل هو وزير كان سعودي ألف كتابين كان عنده شك في الدين درس في أمريكا وقال القرآن فيه نظر ومدريش ويش راح إلى لبنان إجازة مع أهله يوم رد الله افتح عليه فخال مع المصحف إنما أعظكم بواحدة الله وبقي شهرين في جبل لبنان ثم خرج بكتابين موجودة في العبكان وفي جريب الله أفل الله شك سبحانه والحق المبين أو كذا موجودة الله أكبر من أعظم ما يكون أرجو من الشباب والدعاء والفتيات اللي عنده شك ورشيء يخلو بالقرآن خلو الشرعية على هذا الكتاب المقدس نعم نعم لعله يغسل ما في قلبه أيوة كنت مرة في أندونسيا نعم في مؤتمر لإعجاز العلمي نعم وفي إحدى الجلسات بعد إحدى الفعاليات نعم خرجنا لتناول الشاي والمرطبات وفي جلسة عشوائية نعم جلسنا على طاولة من كل بلد إنسان نعم واحد كنا ثماني أشخاص وكنت أنا بزي السعودي نعم فأردت أن أستغل هذا الفراغ وتكلمت قلي فعارضني أحد الجالسين قال أنت من أي بلد قلت من السعودية فقال لي كلمة يعني صعبة قال لي قلت خير قال أنتم في السعودية ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وآله وطعانني في الصميم كيف ما نحبه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم والله إنا أحب إلينا من كل شيء إلا ربنا اللهم صلى الله عليه وسلم قال قلت كيف ما نحبه صلى الله عليه وسلم قال لا تحتفلونه بمولدة نعم في مولده صلى الله عليه وسلم العالم الأسلامي من أقصى إلى أقصى يحتفلون إلا أنتم في السعودية يمروا عليكم هذا اليوم يوم عادي ما كأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم قلت له تقبل النقاش قالت فضل قلت والله الذي لا إله غيره ما منعنا من الاحتفال به إلا محبة لأنه نحبه قال كيف قلت اسمح لي قال نعم قلت هذا الاحتفال الذي تحتفله به هل هو طاعة لله أم معصية طبعا ما يجري يقول معصية قال طاعة لله قل طاعة تتقربون بها إلى الله ترجون برها وترجون أجرها قال نعم قلت طيب السؤال الثاني هذه الطاعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها وإنت عرفت الطاعة والرسول ما عرفها طبعا لا يستطيع أن يقول أن الرسول جهلها لأن أعرف الناس بطاعة الله من هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال علمها أي قلت السؤال الثالث هل بلغها لأمته أم كتمها هل قال للناس احتفوا لي بمولدي أم سكت كتمها هنا وقف ما يقدر يقول كتمها ولا يقدر يقول بلغها لأن لو قال بلغها أقول هات هات الدليل وما في حديثنا شيء وإن قال كتمها وقع في المنكر العظيم من اتهم الرسول بأنه كتم الرسالة أو شيء من الرسالة كفر نعم نحن نشهد أنه بلغ الرسالة وليس في ديننا آية ولا حديث ولا أثر ولا فعل الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث أنهم كانوا يحتفلون بهذا المولد بينما الأمر يخص صلى الله عليه وسلم مولده لو كان مشروعا لاحتفل بمولده والصحابة لو كان مشروعا وهم أحبوا الناس إليه لاحتفلوا به قال قلت لا وحده لازم كتمها ولا بلغها نعم فرجع قال ليس طاعة لا أول قلت يعني معصية وأنتم تحتفلون بمولده لتعصون الله لأنكم تحبونه قال لا لا هذا بدعة حسنة قلت بدعة حسنة ما في بدعة حسنة ولا بكرة تجيبنا تقول هذا كفر حسن وهذا خمر حسن ونفاق حسن بدعة حسنة ما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كل بدعة وكل هنا من صيغ العموم ضلالة وكل ضلالة في النار ما في بدعة حسنة قال نحن ما نقول فيها إلا خيرا قلت إيش تقولون كان نقرأ الشيء من السيرة ونقرأ بعض المدائح النبوية وأحيانا نحظى بالحضرة النبوية قلت الحضرة النبوية إيش قال يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحضروا الاحتفال قلت يجي عندكم في دولتكم ويجي في الدولة العالم كلها قال نعم قلت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم كان حيا إذا وجد في المدينة لا يوجد في مكة اللهم صلى الله عليه فكيف وهو ميت قال لا ما هو ميت انتبه لا تقول هذا سبحان الله قلت أصدقك ولا أصدق القرآن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون وإنتش تقول ما هو ميت يعني الصحابة ظلموه دفنوه وهو حي الرجل شده وكان كبير العلماء في بلده الله نعم وكان آية في الفقه الحنفي وفي المنطق وفي الصرف وفي البلاغة لكنه صفر في الحقيقة لعل الله يفتحنا المهم قال لي هات يدك اي نعم قلت نعم قال أعاهدك بالله أنني حرب عليها من هاتك الله أكبر قلت الحمد لله الله أكبر وبدأنا المشروع الثاني الفعالية الثانية وأخذ رقم غرفتي وما إن عدت إلا ويتصل بي قال ممكن أزورك قلت تفضل جاءني في الغرفة وكان صديقا لي خلال الثلاثة الأيام لأنه وجد الحق حتى أني سألت عن أصول الثلاثة تصور عالم كبير قلت إيش الأصول الثلاثة قال لا أدري هنا قلت أصول الثلاثة تسأل عنها في قبرك اللهم إيش أسأل في قبرك ما الربك ما الربك ما دينك ما النبيك إيش أسأل الطفل عندنا في سنة ولا ابتداء يعرف الرسول الثلاثة الوقت انتهى وإلا الحقيقة هذه الخواطر وهذه الذكريات كلها عبر ودروس لكن عموما لعل فيما تفضلتم به إن شاء الله ما يكفي المعصية خلق ذميم وشذوذ وانحراف وأيضا مضادة لطبيعة الكون الكون بأسره يسير في موكب الطاعة والله يذكر هذا في قوله سبحانه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض وعبر بالسجود لأنه أشرف مواطن الطاعة والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب ما يعصي إلا الإنسان ولذا حركتك أيها الإنسان مع الكون من حولك تنسجم حينما تكون طائعا وتتعب حينما تكون عاصية ليه؟ لأنك تمشي ضد حركة الكون أنت لما تمشي الآن في شارع مع اتجاه السيارات تمشي بهدوء لكن لو حاولت أن تعكس السير الناس كلهم في اتجاه وأنت في عكسهم ما تسلم لا بد تتعرض لحادثة أو كارثة كذلك الإنسان الذي يعصي وبعض العصاء يعصي الله عز وجل بإمكانيات الله الذي منح إياها من الناس من يعصي الله بالمال والمال مال الله ومن الناس من يعصي الله بجسد قوي متعافي نشيط ما شاء الله من الذي منحك العافية أيها الإنسان يا من تعصي الله بجسد منحك الله إياه أما كان الأولى بك أن تشكر الله على هذه نعمة نعمة العافية والجسد وتصرف هذه القوة وهذه العافية في طاعة الله تستعين بها على الصلاة وعلى قيام الليل وعلى الذهاب إلى المساجد وعلى فعل الخير وعلى جميع أعمال البر التي تحتاج إلى قوة وإلى جسد إنما تستعين بهذا الجسد الذي منى الله به عليك في مهاربة الله لا تأمن مكر الله ترى الذي أعطاك هذا القوة وهذا النعمة وهذا العافية قادر على أن يسلبك إياها وهناك ستشعر بالندم والأسى وتتمنى أنك ما عصيت الله بهذا الجسد والجسد هو وسيلة من وسائل الطاعة كما أنه وسيلة من وسائل المرسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته استفدتم رحلة الفلبين الأخيرة التي وجرى فيها إطلاق النار والرصاص شيء آخر ملمح آخر أنا أكثر من مشاهدة إذا زرت الدول ومن الاستفادة ومن السبر والاستقراء أن الشعوب المتحضرة تركز على أمرين النظافة والترتيب وهذا الشعب الفلبيني منظم ونظيف حتى يخبرني كثير من المسلمين بل كثير من العرب ممن أقام هناك أن الشعب الفلبيني يهتم بالنظافة بجسمه وبيته وملابسه يغتسلونها في اليوم مرة وقيل أحيانا مرتين أن نظافة هي في ديننا في إسلامنا لكن بعض الشعوب لا تعتني بهذا النظافة والترتيب شأن عظيم هي في ديننا وهي من أسس الحضارة والتمدن ومن أسس رقي الإنسان ورقي المجتمع فقصدي في هذا أنني أنست بهذه النظافة التي أراها كان يأتيني ممرضون وأطباء وموظفون من الفلبين فأجد صراحة النظافة الرواح الجميلة اللبس المرتب المنظم مشهم بنظام وجلوسهم وموعيدهم وهذا شيء لفت الانتباه حتى أنه كان يخبرني هناك ممن كان في السفارة وفي الملحقية ومن من ذهم مشاق في الدعوة قالوا هذا لفت الانتباه هنا إن وصيتي أن نكون نظيفين منظمين طيبين النظافة من الإيمان والنظام من الإسلام وإن شعبا لم ينظم حياته ولم يكن نظيفا ولا لا يستطيع أن يرتكي بنفسي إلى إلى صعد وإلى منازل المجد والريادة والأمر ترى يا أخو الله أنه أمر سهل لمن اهتم بنفسه واهتم بحياة وراد عيش حياة طيبة وحياة جميلة وحياة سعيدة أن يلتفت إلى نفسه في ملابسه لا يرضى إلا أن يكون ملابس جميلة أن يغتسل دائما أن يراعي آداب الإسلام في نظافة جسمه في نظافة منزله سيارته لأن هذا يظهر صورة الإسلام الجميلة لا يحق لنا مسلمين شوه صورة الإسلام بمناظرنا الغير لائقة بعدم اهتمامنا بنظافة أجسامنا وملابسنا وبيوتنا لأن معنى ذلك أننا ما فهمنا الدين كيف ندعو الإسلام ونحن لم نمتثل هذا في حياتنا تقبل الله من أمكم شكرا لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية تجلى عطره الفواح وارث يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادتنا هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير رسمنا فيه حب الخير مانينا مع الأفراح حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاء